اشتركوا في القناة فثورتكم منصورة في القريب العاجل هذا يقيني في الله وخلفكم اغلبية ساحقة من الشعب تنتظر منكم ان تهيوا لها الاجواء الثورية لتسمعوا هديرها المدوي بعد ان اسمعت العالم صمتها الهادر في مسرحية تنصيب قائد الانقلاب التي ارادوا لها شعبا مغيبا فصفعهم بوعيه واذل ناصيتهم فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتسهب ريحكم الله يشهد اني لم الوا جهدا او ادخر وزعا في مقاومة الفساد والاجرام بالقانون مرة وبالاجراءات الثورية مرات فاصبت واخطات ولكني لم اقوم فيكم امانتي ولن افعل ولقد بذلت سنين عمري في مواجهة اجرامهم وسابقى كذلك ما دام في عمري بقية يا شباب مصر الثائر لقد ابهرتم العالم باستكمالكم لثورتكم وانتم اليوم والغد الحاضر والمستقبل بل انتم الوطن والثورة معقودة في عزائمكم اثق انكم سترفعون لواءها وتوردوها مجدها فالثورة الثورة والصبر الصبر ايها الافذاذ ووالله كاني اراكم اجيالا من بعدي تروون لبنيكم كيف صبرتم فانتصرتم وضحيتم فتمكن الثورتكم ان كل الشعوب الحرة لم تحترف بهذا النظام الانقلابي المجرم بسبب استمرار الثورة المصريين وتمسكهم بسلميتها المبدعة ولن يحترف حر في العالم كله بما بني على هذا الباطل من اباطيل واخيرا وليس اخرا اقول لشعبي الرائد لتكن عيونكم على ثورتكم واهدافها السامية ولم تضيع دماء الشهداء ولا انات الجرح والمصابين ولا تضحيات المحتقلين ابدا ما دام للثورة رجال يحملون همها ويرفعون لواءها ويؤمنون بمبادئها ويصطفون حولها حتى تحقق كامل اهدافها اعلم ان الطريق صعبة لكن اؤمن باصالة مع دينكم وعدالة قضيتكم واثق في نصر الله عز وجل لكم بارككم الله لوطنكم وامتكم ودمتم ثائرين محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة